التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب قوات المسلحة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الحسن رئيس هيئة الأركان لقوات المسلحة السودانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا يأتي ذلك ضمن فعليات الاجتماع الثامن للجنة العسكرية المصرية السودانية بالقاهرة حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمنة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين وتنول اللقاء عددا من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث أفاق التعاون في المجالات المختلفة بين كلا الجانبين عقب ذلك إنعقاد الجلسة الختمية للاجتماع الثامن للجنة العسكرية المشتركة المصرية السودانية برئاسة رئيسي الأركان المصري والسودانية تنولت سبول دعم علاقات التعاون العسكري والتدريبات المشتركة ونقل وتبدل الخبرة بين القوات المسلحة لكلا البلدين وأكد الفريق أسامة عسكر تطابق الرؤى ووجهات النظر لكلا الجانبين معربا عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدا من التعاون ومن جانبه أكد رئيس هيئة الأركان لقوات المسلحة السودانية عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان مشيدا بجهود المصرية المكثفة لدعم جهود الأمن والاستقرار والتنمية في السودان